أذي الجزائر وأذي أبناء الجزائر والله غير الضيب شريف عليه خطش لأنه الضيب جمي أذي أولاده هذو فاته فاته الضيوبية كل الخبرات تقول بأنه صار هذا الجنين يشكل خطرا على حياة أمه أهنايا لا نتحدث عن إجهاضه ربما نقدر نسميه إجهاض من زاوية ولكن نقدر نسميه من زاوية أخرى هي إنقاذ لحياة الأم راح نقدر ندير ندير وسائل باش نوزنه الحمولات والشاحنة تكون ما تحترمش هناك يعني غارمات مانية غارمات مانية نحن نستطيع مستوى الوطني يعني باش تعطينا الوقت ساعتين أم ثلاثة باش ندخلوا باش نحميوا المواطنين باش ما تكونش كارثة واش سرانة في باب الواد وقتاش تتعرض الهجمات لما تكون في القمة نعم لو كن ما تكونش في القمة كن ما تكونش ناجح نعم ما كش لي هاجمك في السيرفيس تعماتير نيتي كان راجل هو هو اللي نعم هو هو البرمانو وجات مرأة راه يحامله إلى غير ذلك ورح تولد نقول له لا لا نحبسه الدنيا كامل هي تقدر تموت هذه المرأة ولا تصاب نعم هنا يجوز له ولهذا حين يدين نعم مش نقوله فقط يجوز حين نقوله يجب أن يفعل ذلك لأنه يمكن أن يصل الأمر إلى خطورة كبيرة بالمرأة نحن ننتظر منكم كذلك لما نمشوف الطريق نمشوف طريق نمشوف طريق نسجم على إن شاء الله هذا هو هذا هو الغاية دينا دينا كل تهيئات اللي عملنا باش نحميوا المدون من الفايضانات في المخطط الخماسي اللي فات أكثر من 150 مليار دينار جزائري يعني هذي باش نعطيكم صورة بلي يعني بكذا خدمة ومازال خدمة ومازال نعم أكيد لما نشوفوا الطريق طرقنا هكذا أكيد مازال خدمة كبيرة جمعا نختمه نختم نختم إلى هنا ينتهي لقائي بكم اليوم دمتم في رعاية الله وحفظه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من قهوة وجرنان مع بلال كباش